السلام عليكم حبيباتي وشارككم إن شاء الله تكونوا مهنين وبخير وعلى خير وقبل ما نبدأوا نشوفوا هذا الوصفة الرائعة نصلوا كاملا على النبي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد كما وعدتكم البنات هذه الخبيزات اللي شفتهم معايا اليوم الصباح في قناتي الأولى في لغوتين ليدرتها عجبكم كاملا إبا دركا رحا نبرتاجي معاكم الوصفة اللي هي السهلة مقادرها بسيطة والنتيجة كمارا كنت شوفوا تبعوا برك المراحل أول حاجة اللي بنات نسحقها هي لأوخت الطبيعي كاس ناقص زوج سبعتين وولا ما يعادل بطاوم غير فا هكذاك وولا هاهوليك الكيسان هادومة اللي عندنا كاملا عندنا أرباح كاس تاع ما وارباح كاس تاع زيت نديروا كل شكيف كيف أرباح كاس تاع زيت ونحتاجوا بايات حبيبة تاولاد الجج الصفار نخلوه يعني مع الآخر ندهنو به السطح تاع الخبز دينا وولا هاهوليك الصفار نحتفظ نحتاجوا عصير تاع نصح بقرس ما يعادل مغير فا تاع أكل هاكذاك دوركاتيك مغير فا تاع سكر مغير فا تاع أكل سكر واندي بينسيوغ ما ننسوش الملح الملح يعني دوق شخصي أنا درت قسم مغير فا هاكاك تاع ديسر ودوركاتيك مغير فا تاع الحالويات لا ليفوغ باكي خميرة تاع الحالويات ما يعادل عشرة غرام نخلطو كلش بالفوي كما راكو تشوفو باكتو تسويت بدو تشوفو تفاعل أنا هنا نغطي على الخليط ديالي وخليه يريح خمس دقايق وبعدها نروحو للفارينا زوج كيسان تاع فارينا هما الولا نديروهم ونبدو نمو في العجينة ديالنا أنا هنا هاد العجينة داتلي زوج كيسان وثالث تخوكا معنتها كاس غير ربع هاد الكاس الثالث شوفوش يقعد لي منو يقعد لي منو اربع وبينسيخ شوفو برك القوام كيفاش يجي قوام يجي متماسك لكن مشي حاك مروحو بزاف شوفوكا شاي تتلاسق في يدي لمها فقط ما تحتاجوني بيتخان نعجين نيدليك نيوالو لموها فقط وفالا شوفو هنا هاو شقعد لي من الكاس الثالث دولك ها ندير مغير فا تاع مارغارين ولا زبدة هاد اللمسة هادية تعطي العجينة هاشاشا وبنا قد ما كانت مارغارين ديالا ولا زبدة بنينا قد ما الخبيزات يجو ابنان فالا شوفو هنا كيفاش ليمتها دوك هنا مولا شتتلاسق وها هوليك القوام عجينة بزاف شابا يعني يجي في غي محنينة ما بنيت ديكم دورك وش ندير نحطها يعني نحاول انني كومم نخلط هادوك المقادير مليه ونغطي عليها ونخليها ترتاح نص ساعة اكو تشوفو ما استعملناش الخميرة تاع الخبز استعملنا غيلا ليفيو وهي لا حتمديننا قوام مختلف مش كما القوام اللي يعني قوامتها العجينة نستعمل فيها الخميرة تاع الخبز دوركا بعد نص ساعة نبدأ اللوز في العجينة ديالي نديرها خبيزات كي مارا كو تشوفو كي ما كي جين دول المسمن ها هو ليك الحجم يقعد دوق شخصي تحبو الخبزات كبار كبرو اللوزة ديالكم حبيتهم صغار صغرهم هدا ما كان ندرت كمية متوسطة يعني ليتكفي العائلة ديالي في الفطور انا هاد الخبزات رافقتهم مع انسو بوليقو دوركا هنا يا الحشو والبنات حبيت ندير الحشو بالفورماج الابيض مع المعدنوس تقدروا يديروهم بسلو طماطيش تقدروا تخلوهم فارغين يعني الخبز هدا يجي بزاف بنين ويجي فارغ من داخل كي ما شفتت ويجي انضغي امورق والبنات ديالو مخالفة راهي التجربة كما ما نفا نقول كم هي اللي تهدر نحلو يعني الخبيزة ديالنا على شكل هكا دائري نحطو كميات على الفرماج ونزيدو نديرو كميات على المعدنوس يجو بزاف بنين ونغلقو عالخبز ديالنا نحاولو اننا نغلقو منيح العجينة راهي طريية راهي تلسقطع بالخف ما تخافوش وتحصلو على شكل هكدا بيضاوي هاهي لك الخبزة ديالنا نكمل كامرتك العجينة بنفس الطريقة وبعدها هذا كالصفر تا ولد الجاج، ندهن به السطح تا الخبز ديالي نشطيه سانوج و جيدا في المساعدة سيكون مضي يجب الشكل من خبز نضيف جلجلان جلجلان بلوتو سكنت الفوق على ميتين درجة و نضيف الخبز شوفوا الخبزات ديالي كيفاش جاو هنا بعد ما بردو يجو خفاف ويجو فرغين من الداخل ويجو اندغين مورقين وبين سور يعني كي طيبوهم ان شاء الله بالنسبة لأخواته وجاي رمضان تصوموا ان شاء الله بصحة ولهنا ليمشي مالفاد خليدها هكذا يا هدا هو الوقت اللي نحاولوا اننا يعني ندربوا باش مشيهم بعدها انسيوا الوصفات في رمضان وعندنا العائلة ديالنا تكون صايمة شوفوا الخبز ديالي كيفاش يجي طريق يجي فغيمو هايل وجي في كليك خوستيان شوية فيه قرمشة خفيفة هي لي يعني تمدلوا هدك القوام لي يجي مختلفوا اكتر من رائع هاتي يا حبيبات قلبي بالنسبة للوصفة الرمضانية الرائعة اليوم ان شاء الله هنالت الاعجاب ديالكم ونقلكم كاملة شاهدكم ان شاء الله بالصحة ولا في وصفة اخر وفيديو واحد اخر دمتم حبيباتي في رعاية الله وحفظوا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا